موسيقى مجزو الأخبار من قناة ثن أهلا بكم يفتتح هو الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عدة مشاريع قومية كبرى بمدن القناة بحضور كبار رجال الدولة والشخصيات العامة وتشمل الافتتاحات وأنفاق الإسماعيلية حيث تم الانتهاء من عبور مكينتي الحفر للجهة الشرقية من القناة كما تضم الافتتاحات الجسر العائم باسم الشهيد أحمد منسي على قناة السويس وجسر الشهيد أبا نوب جيرجس بالقمطرة بجانب افتتاح أحد مراحل الاستزراع السماكي التابعي لهيئة قناة السويس أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصة مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي مع قبرص في شتى المجالات جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس وثمن السيسي التقدم المحرز في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان مشددا على أهمية العمل على تفعيل نتائج القمة الماضية التي عقدت في نيكوسيا بما يضمن تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها نفذت القوات الجوية الإسرائيلية هجوما صاروخيا صباح اليوم على منطقة القنيطرة في مرتفعات الجولان ولم يصفر الهجوم الذي استهدف منشأة عسكرية تابعة للجيش السوري عن وقاء خسائر بشرية طبقا لمصادر سورية في حين تحدثت تقارير عبرية عن وقاء عدد من القتل والجرح السوريين خلال القصف قتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي يوسف المداني في كمين للقوات الشرعية اليمنية بجبهة الساحل الغربي ومن جهة أخرى قتل أربعة من عناصر الميليشيات الحوثية في كمين نفذه أبناء منطقة الحيمة شرقية محافظة تعز هذا وأعلنت القوات اليمنية سيطرتها على منطقة الأجاشر شمال شرقي محافظة الجوفة الواقعة على الحدود مع السعودية أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية إرهابية تتكون من تسعة عناصر تنشط بولايات سوسا والقيروان ومنوبا وترتبط بتنظيم القائدة الإرهابي واضحت الوزارة في بان لها أن التحريات كشفت تواصل عناصر الخلية مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال كانوا يخططون القيام بعملية إرهابية هذا وتم تحفظ على تلك العناصر لمواصلة التحقيق معهم أقر مجلس الأمن الدولي وبالإجماع مشروع قرار ينص على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية على خلفية أنشطتها النووية ويهدف القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى حظر تصدير نحو 90% من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية وإعادة جميع الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج إلى بلادهم خلال 12 شهرا أكدت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي في كلمتها مع مجلس الأمن الدولي أن بلادها ستواصل العمل على عزل نظام كوريا الشمالية المارقي عن العالم ومن جانبه أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمر أبو العطى أن تصويت مصر في المجلس بتأييد مشروع القرار الأمريكي القاضي بفرض عقوبات على بيونج يانج يؤكد التزام القاهرة بضرورة الحفاظ على معاهدة حظر الأسلحات النووية ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة والتي تتحدى روسيا والصين بشكل واضح ووصف بوتين الاستراتيجية الجديدة بأنها عدائية الطبع مستنكرا تعزيز البناء التحتية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أوروبا كما أكد بوتين في لقاء مع مسؤولين من الجيش الروسي أن واشنطن بتصرفاتها تنتهك معاهدة التقليص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة في العام 1987 ختام المجزل اللقاء اشتركوا في القناة